لكن اسمح لي تعقيد بسيط فقدر طبع طبعينا بريك على مباريات بقى الدوري وكرة القدم وزي بدأنا كرة القدم نختم طبعا كرة القدم رسالة للبعد زي ما جاء بيان النادي الاهلي عن المباريات مصر المقصة ومباريات أسوان والبعد اللي تكلم عن فكرة تأجيل مباريات ودي دجلة واسراميكا كلبطرة وتحديدا متحدث الرسمي النادي الزمالك لأستاذ عمر الدرديري كان طالب أن النادي الزمالك يتم إرحته كما يتم إرحته النادي الاهلي حابين نوضح بس موضوع بسيط جدا ومن وجهة نظري بديه جدا أن النادي الاهلي مش بيتم إرحته النادي الاهلي مشارك في دوري أبطال أفريقيا واللواقح والقوانين بتمنح النادي الاهلي الحق في عدم لعب مباراة ودي دجلة واسراميكا كلبطرة لأن المفترض الليحة اللي اتحاد القرى أصدرها بتقول لو أنت عندك مباراة داخل ملعبك بتاخد راحة قبل المباراة دي 3 أيام وبعد المباراة دي 3 أيام ولو مباراة خارج ملعبك بتاخد راحة قبل المباراة 4 أيام وبعد المباراة 4 أيام إحنا نلعب سانداونز يوم 15 ويوم 22 يعني 7 أيام لو بياخد 3 أيام بعد المباراة اللي على ملعبي و4 أيام بعد المباراة قبل المباراة اللي خارج ملعبي السبع أيام خلصه فبالتالي ما ينفعش ألعب في الأسبوع ده مباراة الجزء الثاني المباراة العودة ساندونز ومباراة السوبر الأفريقي يوم 22 ويوم 28 المفترض لاثنين خارج ملعبي فمحتاج ثمان أيام راحة بين المباراتين وبالتالي مباراة دجلة والسراميكا كوليوباترا تم ترحلهم والنادي الأهلي مشكورا كما قال رئيس الاتحاد هو اللي وافق على ترحلهم عشان يلعب بدون لعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي فقبل ما نقول تصريحات لازم نكون واضحين جدا وعارفين التصريحات دي خارجة ازاي وبتتقال ازاي لأن النادي الأهلي مش في مكان أبدا يسمح لي أنه يتجامل من أي حد خاصة أن اللي طلب تأجيلات في مبارات الكاس ما كانش النادي الأهلي كابتن عيسم فكاتر السلام مهمة جدا نوجهها للبعض وتحديدا المتحدث الرسمي النادي الزمالك لتوضيح موقف النادي الأهلي وقانونية النادي الأهلي